وفتتح صباح الأربعة في بكين المؤتمر الأول لتبدل لابتكارات الكبار الحرفيين بالصين وبعث رئيس الصيني شي جيمبينغ رسالة تهنئة بعقد مؤتمر بمناسبة اقترب عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو قدم التهنئة لأصحاب المواهب المهرة والعملين نموذجيين في الدولة وفي رسالة تهنئة أكد شيئا أن القوى العملة المهرة هي قوة همة تدعم صناعة الصين وابتكارها يجب على الطبقة العملة والجماهير من العمال أن يعززوا بقوة روح العمال النموذجيين وروح العمل وروح الحرفية يتكيف مع احتياجات الثورة العملية والتكنولوجية العالمية والتحول الصناعي في الوقت الراهن ويكافح لترقية مستوى التقنية بشكل مستمر ويساهموا بالحكمة والقوة من أجل تعزيز تنمية عالية الجودة وتنفيذ استراتيجية بناء دولة قوية في التصنيع وبناء دولة اشتراكية حديثة بشكل شامل وطلب الشيم لجاني الحزب والحكومات على جميع المستويات إلى الاهتمام بدور العمال المهرة لإفساح المجال كاملا لمواهبهم الإبداعية ترجمة نانسي قنقر